الصور اللي احنا شايفينها مع حضراتكم دي الدائرة الحمرة هي دائرة سجن طورة هي الجزء ده كله هو الجزء الخاص بمجموعة السجون ومزارع ومقابر كلها أرض تابعة لطورة الدائرة الحمرة هي السجن اللي دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم بيتحول إلى قبلة لأسماء ومسؤولين من المشاهير وصناع الأحداث تحولوا للأرقام اللي بنقول لحضراتكم اللي بيتابع الصورة دلوقتي حيتابع أعلى الشاشة فيه زي صورة لمبنى كامل شريط كامل من فوق وشريط زي ومن تحت مبنى مجمع كامل من مستويين في أسفل الشاشة في النص بالضبط حنلاقي أنه فيه أو في النص الأسفل من الشاشة حنلاقي فيه ملعب تنس ولهذا الملعب قصة لأنه وفقاً لبعلوماتنا تم بنائه على نفقة أحد حنشوفه مع حضراتكم دلوقتي الملعب التنس ده تم إقامته على نفقة أحد رجال الأعمال أثناء وجود أحد أعضاء أسرته فيه السجن فيه سنوات سابعة فيه فاصل ما بين السجن ده بيقسمه اتنين زي ما حضراتكم شايفين الجزء الأسفل من الشاشة الخط الأصفر هو اللي بيقفل على العنبر لبي يمتد 127 متر بتكلم مع حضراتكم على النص التحتاني من الشاشة 127 متر في 17 متر ده الجزء اللي دلوقتي فيه زنزين موجود فيها القيادات والمشاهير الكبيرة اللي دخلوا على ذمة التحقيق فيه أضايا مختلفة الشخصيات اللي حضراتكم شايفينها دي وفي نهايتها نجلي الرئيس السابق بيتريضوا في المربع الأبيض مساحة التريض اللي فوق بالضبط وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان فوق وعلى طول فيه مربع أبيض بيتريضوا فيه لمدة ساعتين ملعب التنس مش عارفين إذا كانوا بيلعبوا تنس ولا لأ ولكن الخط الأصفر هو الحد ما بين هؤلاء وما بين المساجين الآخرين المساجين الجنائيين النهاردة زي ما حضراتكم احنا حبينا بس نحط الصور كاملة والمعلومات قدام حضراتكم ان احنا نفهم المنطقة اللي بنكلم عليها نتمنى على الله انه طبعا ما يحكمش على أي حد انه يكون من الإراد أو الوارد الجديد لهذه المنطقة لهذا السجن لكن حاولنا نحط قدام حضراتكم سوقتا طورة بنتكلم هنا عن معلومات عن طورة عن العزل ما بين السجناء الجنائيين وما بين السجناء مش عارف اذا كان الواحد يقدر يقول السجناء من طبقة النجوم السابقين ونجوم حاليين المشاهير حاليا اللي كل الصحف والجرائد بتحاول تفهم يوميتهم ساعتين في المساحة الضيضة اللي فوق زكريا عزمي ومحمد إبراهيم سليمان دي المساحة اللي بيترايضوا فيها لمدة ساعتين وملعب التنس اللي اقيم على نفقة احد رجال الاعمال الخاصة في مرحلة من المرحل هل قلت اي معلومات غير دقيقة يا فندم في اللي انا قلت ده او معلومات يا ريالي تصالحها اه اه اوضح لحضراتك السجن طورة اه من السجون المؤمنة تأمين جيد جدا ومنطقة طورة مش لا تشمل سجن مزارة طورة الواحدة انها بتشمل ست سجون مختلفة بيفصل بينها اسوار احنا اخترنا السجن ده على رغم انه مش احسن السجون يعني عندنا السجن المرج افضل منه يعني اه سجن افضل من سجن من حيث التجهيز من حيث التجهيز سجن طورة سجن قديم لكن بيتميز بشيء بشيء اين الشيء الاولاني انه السجن اه شديد التأمين بحيث ان لا يستطيع احد ان يهرب منه ولا يستطيع احد مهاجمته سجن المرج كانت هاجم وهرب منه سبعمائة سجين تاريخ اه الحاجة التانية ان سجن اه اه مزرعة التورة اه 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 قريب جدا من اماكن التحقيق وسهل جدا لانه على الاتسطرات بيطلع اله اه لانه يوميا بيخرج ناس منهم للتحقيقات وبترجع تاني فالصوت اللي بيدعو الى تشتيتهم في عدة سجون ده يتعرض مع التأمين ويتعرض مع سرعة عرضهم على النيابات لان لو وديت ناس منهم في بنها سجن بنها ولو وديت ناس منهم في سجن الفيوم ولو وديت ناس منهم في سجن المرج علشان يجيبوا في معادة التحقيق هيبقى ده معاملية شقة جدا على الامن لكن في نفس الوقت وجودهم مع بعض في نفس المكان في رأي بيقول ان هما حينساءوا ان هما حيتبادلوا المعلومات والاقوال وممكن يكون لهم يعني قدرة كبيرة على انهم ينسوا حاجات ممكن تحصل برا السجن هقول لحضرتك اليوم بتاع المحبوس الاحتياطي منهم بيبدأ ازاي يبدأ الساعة سبعة صباحا بفتح الزنازين ويغلق الساعة خمسة مساءا في خلال الفترة دي لكل واحد منهم الحق في ساعتين طريقا ولكن لا يتم فتح الزنازين دفعة واحدة نعم يتم فتح جزء جزء يعني بناخد مثلا ارقام فردية واحد وثلاثة اتنين واربعة بياخد فترة الطريق بتاعته في ناس منهم ما بتخرجش اساسا زي مين يا فن؟ يعني بدون ذكر اسماء يعني في ناس بتفضل ان تعتكف داخل ما تخدش ساعتين الطريق خالص؟ ما بيخرجش او احيانا يخرج يعني يتمشى ويرجع في ناس منهم عندها عندها جلسات تخرج للجلسات في ناس منهم عندهم زيارات في ناس منهم حالة الصحية ما تستحنهاش بيفضل انه يعتكف على السرير بتاعه وما بيخرجش هل ده ممكن نرجعه لمسألة انه احنا سمعنا انه برضو الزنازين بيبقى فيها يعني نوع من الرفاهية او نوع من الحياة اللي ممكن الواحد يعيش سمعنا عن تلفزيونات سمعنا عن تكيفات هقول لحضرتك حاجة وارضح لسادة المشاهدين سجن طرع لا يختلف ابدا عن اي سجن على مستوى الجمهورية لان كل سجن على مستوى الجمهورية في كل عنبر فيه تلفزيون يشاهد القناة الارضية مراوح سقف علشان توفر كل عنبر ده غير كل زنزانة ما فيه عنبر وفيه السجون فيه عنابر وفيه زنزين الزنزانة بتاخد اتنين بتاخد تلاتة بتاخد خمسة حسب التسعة اي وحسب ادمية السجن سجن قديم زي سجن طورة سجن طورة يعتبر اقدم سجن في جمهورية مصر العربية اللي انشأ فيه اكتر من مئة سنة لكن السجون الحديثة فيها غرف اكبر تاخد من خمسة عشر الى عشرين اي فجميع الغرف او جميع الزنزين مزودة بتلفزيونات علشان يشاهد القنوات الارضية ومراوح سقف علشان توفر له هوا شفطات علشان تطرد الهوا الفاسد ومبردات علشان مية ساعة ومية سخنة بالنسبة للزنزين اللي في السجون القديمة بنحطوهم سخنات كهربائية بالنسبة للسجون الحديثة بيبقى فيه غليات كبيرة بتدفع المياه الساخنة الى داخل الزنزين علشان المسجون يستمتع بالمية الدافية في الشتاء وده بينطبق على جميع السجون وده مصلحة السجون بتنفذه على نفقتها تنفيذا الاستراتيجية الهامة في وزارة الداخلية وهي الدفع الدائم في اتجاه الاعلاء من قيم حقوق الانسان يعني ده سياسة واستراتيجية راسخة على اي اساس بيتم تحديد اذا كان فيه التسكين بيتم ازاي انه فيه حد هيقض في زنزانة انفراضية وفيه بتبقى مسحاتها اتنين في تلاتة وفيه زنزانة تانية سبعة في خمستاشر ممكن يقض فيها اتنين مثلا هو التسكين بيتم حسب الحدور يعني اللي بيجي في الاول بيدخل الزنزانة اللي عليها الدور يعني ايه؟ بيدخل اذا كانت تساعة اكتر من واحد اللي بيجي بعده بيدخل بيدخل معاها؟ بيدخل معاها لغاية العدد الصحي بتاعها العدد الصحي كل زنزانة لها ساعة صحية بمعنى ان زنزانة بتساعة اربعة بيبقى ليه مساحة عشان يتحرج فيها بحرية يعني دي مساحة ينام فيها براحته مساحة توفر له كمية من الهواء النقي عشان يستنشقه ودي بتسمى الساعة الصحية إذا اتمالت الزنزانة خلاص بنقفل عليها إيه اللي اعتبراتي يا فندم اللي بيتم يعني بصراحة شديدة وده طبيعي يعني أنا بتقالي أنه ده أدمي وأنساني لما المسؤولي اللي في السجن أو العسكري أو السجان أو الرتب المختلف اللي في السجن تلاقي حد زي نجلي الرئيس السابق وهو مدلوقتي متهمين يتم التعامل معهم إزاي يعني هم مدلوقتي موجودين في زنزانة سبعة في خمستاشر الوحده هل ده توقف على شخصياتهم ولا ده برضو على حسب دورهم لا لا جاي دورهم كده جم لتنين مع بعضهم وكانت زنزانة اللي عليها تسكين هي دي الزنزانة دي ولا تختلف عن أي زنزانة اطلق مروحة سقف تلفزيون عادي ملون بس بيعطي القنوات الأرضية سخان دورة مية عادية حتى الأرضية بتاعت الزنزانة أسمنتية لا سيراميك ولا غيره هي دورات المية سيراميك لكن الأرضية بتاعتها الأرضية أسمنتية وسجن طرع كان فيه كتير جدا جدا من يعني بعض الشخصيات المعروفة في الدولة وممكن أن الناس تسألهم ويسألهم عن الزنزين دي احنا عارفين دايما أنه كان السجين اللي بيبقى مرتبط بعمل سياسي بيتعامل بشكل مختلف عن الجنائي ده المعرفة العامة لكن دلوقتي المساجين الموجودين في طرع الستة وعشرين من كبار المسؤولين السابقين بيتعاملوا على أنهم جنائيين زيهم زي الناس ولا بيتعاملوا بشكل مختلف بسبب مراصبهم السابقة اطلق بيتعاملوا معاملة عادية جدا بيتفتح عليهم سابعة صبح ويتقفل عليهم خمسة مساء له حقوق بيستمتع بيها وده بيتطبق على جميع المحبوسين الاحتياطيين المحبوس الاحتياطي له حقوق حقه أنه يتلقى زيارة أسبوعية من زاوية حقه أنه الزيارة دي بتبقى مراقبة ولا بتبقى منفردة لا بتبقى تحت المتابعة تحت المتابعة طبعا تبقى تحت المتابعة وما كان معدل الزيارة فيه يعني أماكن للجلوس وبتبقى فيه تربزات غالبا بتبقى مصبوبة علشان بتتحركش يعني وبتبقى تحت المتابعة من حقه أنه يجي له أكل يوميا من الخارج ده المحبوس الاحتياطي ومن حقه زيارات استثنائية بتصريح من معالي المستشار النايب العام يعني ايه زيارة استثنائية فيه؟ يعني هو ليه زيارة واحدة أسبوعية ممكن يبقى فيه زيارة تانية أو تالتة بس تبقى بتصريح من معالي المستشار النايب العام سواء للمحامي بتاعه أو حد من زوية لو تقدم بطلب لمعالي المستشار النايب العام ما يشعرش المسؤول عن السجن من كل الرتب بالاستفزاز إذا كان الأكل ده جاي من مكان فخم جدا من فندق خمس نجوم هارج بتقول إنه متاح إنه يجي له موجبات من بر متاحة طبعا ده بيؤدي لخلل ما بين المساجين وما بين يعني السجان أو الطائم بعمل العمل على خدمة السجن مش بيؤدي لنعم الخلل وحساسيات لا إطلاقا لا ويصل يعني في جميع الأحوال السجن بيطلع له الوجبة بتاعته المقررة ليه لو شاء تناولها يتناولها لو لم يمشأ ومحتاج الأكل من الخارج يجيبه على نفقته أو جويه حتى وإن كان من خمس نجوم وبتاعه لا يعنينا إذا كان من خمس نجوم أو من غير خمس نجوم ولكن اللي يعنينا في الإطار ده عدة أشياء أولا إنه يكون في إطار الطعام المتعرف عليه الطعام المتعرف عليه يعني ما يجيش مثلا حد يدخل خمور غير مسموح بيها الطعام المتعرف عليه ويكون في حدود الاستهلاك الشخصي وفي حدود استهلاك اليوم الواحد من حقه أن يدع في الأمانات بتاعته أي مبالغ مالية بيصرف منها ويبشتري من الكانتين مأكلات لو وجد صعوبة في أن الأكل يجيه يوميا من الخارج لأن الأكل لما يجي من الخارج بيخضع لأدة حاجات تريد سأحضرتك على تفتيش الأكل إذا كان حد ممكن يحصل تصفية ما ممكن الأكل يبقى مسموم ده لازم الطبيب يشوفه ويتأكد منه ده رقم واحد ولازم بيمر على أجهزة لربما يكون في داخله حاجة ممكن يستخدمها في إزاء نفسه فبيخضع لعملية التفتيش فهما عشان يتفادوا هذا الموضوع فبيشتروا من الكافيتيريا بتاعت السجن وكافيتيريا السجن على أعلى مستوى على أعلى مستوى إزاي بقى؟ كل شيء متاح فيه من الأطعمة والمأكلات من أسماك من دواجن من مرطباط مسلجات كل حاجة موجودة لأن فيه شفات على أعلى مستوى مساجين أساسا يعني شيف كان بيشتغل في فندق من الفنادق أو في مطعم كمير ومحبوس فحنا بنصنعه وفقا للوايح السجون ونصنعه يعني إيه؟ يعني نديله المهنة بتاعته ويشتغل فيها وبياخد أجر مقابل كده بيدخل في أماناته هو الشيف ده بياخد أجر مقابل كده مش بيشتغل كده يعني لا بياخد أجر يعني بيدخل في الأمانات بتاعه